السلام عليكم عمليات نجدة المانيا وردها بلاغ البلاغ بيقول ان وصول سيدة في الاربعين من عمرها تدعى مريم وابنها كراس عنده عشرين سنة لمستشفى بني مظهار العام اللي اتنين متقطعين تماما عن طريق سلاح ابيض وهو كان الساتور تحديدا البلاغ على طول تلقاه استيد الواجد مدير امن المينيا سيد الواج محمود خليل وورد برضو نفس البلاغ للسيد مدير ادارة البحث الجنائي بمحافظة المينيا الواج خالد عبد السلام رئيس المباحث في الوقت ده العقيد بلال الجنيني من احسن زباط المباحث في محافظة المينيا واكفاءهم واشطارهم وانشاطهم اقلاقا وادبا وعلما على طول البحث الجنائي نزل شاف الموضوع عارف ان الموضوع ببساطة خالص مريم وابنها كانوا ركبين احد التكاتك في محافظة بني مزار في محافظة المينيا مركز بني مزار مركز موجود في محافظة المينيا مركز كبير ولكن للأسف الشرع اللي فيه او شرع المحطة اللي معروف فيه جنب اهوة اسمها اهوة كالباز بالزبط كده حصلت فيه جريمة القتلة دي جريمة القتلة دي كانت عن طريق سواق التكتك لمريم وابنها بعدها على طول الجني اختفى المجرم اختفى بيقولوا ان مريم رحمة الله عليها هي وابنها كراس اللي عنده عشرين سنة كان معهم طفلة صغيرة اللي هي بنتها التانية اللي كانت معها كانت بنتها وكان واخت كراس كانت موجودة معهم في التكتك في وقت حدوث الجريمة الغياد دلوقتي الجريمة لسه ما ظهرتش ولسه ما تضحتش معالمها بنسبة مية في المية لان الجاني الغياد دلوقتي لسه هربون الناس بلغت ان فيه حدثة فيه واحدة ستة قطعت هيا وابنها الناس جريت جابوا الجثة حصل البلاغ النجدة تكلمت النباحس راحت عملوا كردون امني البلد تقفلت تماما تحديدا مركز بني مزاري اتقفل علشان يجيبوا الشخص ده في اول يوم الصحافة نزلت الخبر على طول لكن الجاني كان لسه ما تمسكش بعدها على طول بساعات حصل الكردون الامني حوالين بني مزاري قفلوا المحافظة كلها علشان يجيبوا الشخص اللي عمل كده فاول ساعات في اليوم اللي حصلت في الجريمة دي ما كانوش عارفين مين اللي عمل وعمل كده ليه وليه اللي حصل وتحديدا مين هو الشخص اللي هو عمل او ارتكب الجرم ده بعدها على طول بحوالي 5 او 6 ساعات كلام ده اول ي spanning بالليلة بعدها على طول بحوالي 5 او 6 ساعات طلع على طول الكردون الامني فرغ الكاميرات المباحث في بني مزار متحية شكر اليوم بالفعل يعني وما ليسه ما نسمسكوش الجاني على فكرة و لكن في خلال ساعات هيمسكو الجاني فرغو الكاميرات اللي موجودة في حوالين المناطق mighty موجودة حوالين شارع المحطة اللي موجودة في بني مزار فرغوا الكاميرات عارفوا ان الموضوع سائق توك توك من مركز جنب بني مزار اسمه مركز مطاي يعني الجاني طلع ان هو مش موجود من بني مزار او مش هو من بني مزار تحديدا ولكن هو من مركز مطاي وبعد تفريغ الكاميرات اتأكده ان الشخص ده هو اللي افتكى بالجرم ده الست تقريبا منفصلة خالص او يعني متقطعة خالص اللي هي مريم متقطعة تماما وابنها برضو نفس الكلام اللي هو متقطع تماما الموضوع طبعا بعيدا خالص عن حاجات ممكن تيجي في دماغ اي حد ولكن فيه سيناريوهات بتقول ان الموضوع كله كان تحرش والستة تحرشت بيها والستة الراجل اتحرش او سائقة توك توك اتحرش بالسيدة ممكن تكون تحرش لفظي ممكن يكون تحرش باليد ممكن يكون تحرش علشان الاجرى ممكن 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 السيناريوهات الغاد دلوقتي لسه ما اكتملتش اتصلنا بالسيدة الرئيس المباحث بلال الجنيني بالفعل الحمد لله هو عارفه الجاني مين ولكن لسه هربان الغاد دلوقتي لسه ما جاش المشكلة ان كانت فيه بنت صغيرة عندها 8 سنين في الوقت ده موجودة في الحادثة داي اللي هي بنت الستة مريم واخت كراس اللي هما تعتنوا لما شافت المنظر اللي هو حصل او المنظر التقطيع اللي هو حصل البنت جريت هربت ومحدش لقاها لفترة طويلة مش لفترة طويلة قوي ولكن لمجرد لبضع ساعات البنت ما كانتش متواجدة الحمد لله بعد كده عارفوا اهلها بلغوا بعد كده ان البنت كانت موجودة معاهم والبنت كانت موجودة ولكن هربت الشرطة على طول في خلال ساعات جابت البنت الصغيرة الشرطة وارجال المباحث في بني مزار في خلال ساعات اعتقد ان هما هيجيبوا الشخص اللي هو سائق التقطق جريمة قتل بتحصل وجريمة قتل موجودة ولكن المنشتات في الصحافة المصرية طلعتها كنبلة بالفعل هي كنبلة لان هي لما تبقى فيه واحدة ست مشيها هي وابنها عندها وعنده عشرين سنة وبنتها التانية عندها ثمان سنين وتحصل الجريمة دا ويحصل التقطيع دا كله اكيد في مصيبة وراها لغاية دلوقتي احنا مش عارفين في ايه ومش عارفين نجزم في ايه ولكن حسب الاقاويل زي ما احنا بنقول ممكن يكون حال التحرش وممكن يكون اكتر من كده هنعرف الفترة اللي جاية وهنعرف التفاصيل كلها وهنبلغكم بيها لحظة بلحظة سلام عليكم